وقد أعرب الأزهر الشريف عن إدانته واستنكاره الشديد لما تمارسه السلطات السويدية من استفزازات متكررة في حق المقدسات الإسلامية تحت شعار حرية التعبير الزائف وشدد الأزهر الشريف في الثاني له على أن ما تقوم به السلطات السويدية من مواصلة منح موافقات لحرق نسخ المصحف الشريف يعكس سياسات فوضوية وتطرفا بغيضا وداعما للإرهاب ومعاداتا للمسلمين في ربوع الأرض كما أكد الأزهر أن سماحة لهؤلاء الإرهابيين بحرق القرآن الكريم يمثل جريمة بحق الإسلام والأديان والإنسانية ووصم طعار على جبين المجتمعات